تجارة اليخوت والقوارب واحدة من النشاطات الاقتصادية المربحة جدا في الكويت اليوم إذ شهدت مبيعاتها نموا سنويا بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الماضية وتبدأ أسعار اليخوت من 100 ألف دولار وصولا إلى 10 ملايين دولار تقريبا الكويت تعتبر من أكبر الأسواق المنطقة أعوانا نحن نحسبها بطريقة مصنعة أو التصدير نحن نحسبها بالتسجيل فالكويت لما نقارن تسجيل اليخوت فيها مقارنة في الخليج أو الشرق الأوسط الكويت في درجات جدا متقدمة أرقام إدارة المسح البحري في الكويت تشير إلى أن واحدا من كل خمسين كويتيا يملق قاربا أو يختن وهذا ما يجعل الكويت من أكثر الدول تملكا للمعدات البحرية في المنطقة مستفيدة من موسم الإبحار الذي يمتد لفترة سبعة أشهر في السنة السوق القوارب واليخوت في المنطقة كلها يتارة جسترد المسجلين 46 ألف منها 18 ألف بالكويت فقط معناته الكويت هي بتمثل 40% من السوق الإجمالي للقوارب واليخوت في المنطقة يدفع ملاك اليخوت بدل خلو للمرسى قيمته نحو 100 ألف إلى 450 ألف دولار حسب حجم اليخت في حين يدفعون بدلا شهريا يقدر بنحو 4500 دولار لقاء رسو اليخت في المرسى وهذا المبلغ هو بدل تنظيف وصيانة المرسى واليخت حين صار عندنا الأزمة بداية السنة أو نهاية السنة الماضية في أزمة اقتصادية وأثرت على موضع المنطقة ووقف سوق الإخوت الصغيرة لكن زاد عندنا سوق الإخوت الكبيرة لماذا؟ يمكن الإخوت الكبيرة اللي يشترونها ما يتأثرون بالوضع الاقتصادي تتراوح مساحات اليخوت في الكويت بين 15 إلى 80 ألف قدم بعضها يحتوي على غرفة نوم واحدة وبعضها الآخر يعد بمثابة منزل قائم في ذاته مع ثلاث غرف نوم بالحد الأدنى حب الكويتي للترفيه والنزهات البحرية وموارده المالية المرتفعة جعله في المرتبة الثانية خليجيا بعد الإماراتيين في اقتناء اليخوت والقوارب التي تسجل مبيعاتها السنوية أكثر من ملياري دولار خالد كبس كاي نيوز عربية الكويت